صلاة الجمعة صلاة الجمعة فريضة فرضها الله عز وجل مكان صلاة الظهر يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع انتهى الأمر هذا واجب فهل هناك حكم خاص لصلاة الجمعة في رمضان جواب لا صلاة الجمعة هي صلاة الجمعة في رمضان وفي غير الماضي فأي من الفرائد لذلك إذا صلينا الجمعة لنصلي الظهر فهي في مكان صلاة الظهر الله أمر بذلك إذا نودي أي المؤذن قال حيا على الصلاة يا أيها الذين آمنوا طبعا الكلم مش معه الكلم مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أي إلى استماع الخطبة والصلاة فحتى قال العلم العقود التي تعقد أثناء الخطبة باطلة يعني واحد تزوج وعقدها على زواجه وعقد والإمام يخطب قالوا العقد باطل أو عقد عقودا للبيع الشراء أثناء صلاة الجمعة العقد باطلة إلى هذه الدرجة البيع الشراء باطل خانا قال حل حانتوا كي يبيعوا الوقت الصلاة الجمعة باطل يدخل الحرام إذا نودي الأربي قالوا أظهروا البيع أمر بالصلاة وأمر بترك البيع أمر بترك البيع نهى عن البيع لأن البيع هو أظهر ما يمكن وإلا نهى عن كل ما يشغل وعن الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى الأمر إذا أطلقا صرفا للوجوب إلا لقارنة أنا لا قارنة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض سير تخدم على رأسك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وامتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفليحوا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر